السلام عليكم و اهلا بكم في الحلقة دي عايزة ناقش مع حضراتكم خبر نشرته الصحافة الروسية يوم 25 يوني 20-23 يعني تاني يوم بعد التمرض اللي اعلنته قوات فاجنر ضد الحكومة الروسية وقيادات الجيش الروسي يمكن التوقيت يكون له دلالة او معنى ممكن نفهمه بعدما نعرف تفاصيل المقال اللي نشره موقع نيوز ري روسي المقال ده كتبوا المحلق للسياسي الروسي ماتبيزاجوني العنوان الرئيسي للمقال او العنوان الرئيسية للمقال كانت بتناقش مسألة المقتزقة السوريين اللي عايزين يتطوعوا للقتال بجانب الجيش الروسي ضد اوكرانيا في الحرب اللي دايرة دلوقتي واللي حضراتكم طبعا عارفين كل تفاصيلها اول بول وعلى فكرة ماتبيزاجوني بيستغرب من غربة السوريين الشديدة في القتال مع الجيش الروسي خلوا بالكم الراجل دا محلل سياسي روسي وبيستغرب من غربة السوريين في الموت دفاعا عن بلد روسيا علشان تصدقوني لما اقولكم ان في عرب روس اكتر من بوتين ومن الجيش الروسي نفسهم انا اعتقد ان دا مرض نفسي والله اعلم لانه مش طبيعي ابدا انك تبقى عايز تموت دفاعا عن دولة ولا بتربطك بيها لغة ولا دين ولا حتى موقع جورة اوفي ولكن على اي حال صورة المقالة واضحة قدام حضراتكم على الشاشة بحيث انه لو انتم حابين تتأكدوا من المعلومات اللي انا حاولها في الحلقة دي او اذا عندكم اي شك في صحة ترجمة المقال فحضراتكم تقدروا انكم ترجعوا للمقال اللي عنوانه ظاهر على الشاشة قدام حضراتكم وكل التفاصيل هتلاقوها موجودة باسم الكاتب وتاريخ النشر واسم الموقع وتقدروا تترجموا براحتكم وتتأكدوا من كل معلومة نحاولها في الحلقة دي خلونا نبدأ حلقتنا بان موقع نيوز ري روسي نشر معلومات خطيرة عن طريق مصادر امنية داخل سوريا ان في اكتر من 40 الف مواتزك سوري مستعدين للانضمام فورا لصفوف الجيش الروسي للقتال ضد اوكرانيا طبعا معروف ان السوريين اللي عايزين ينضموا لصفوف الجيش الروسي دول هم مين هم اصلا من شبيحة بشار الاسد لانه استحالة ان يكون في سوريين ضد بشار الاسد مؤيدين للجيش الروسي لان الجيش الروسي ارتكب فظائع في حق الشعب السوري كمان المحلل السياسي الروسي ماتفيزاجوني كتب بالنص كده في مقاله ان الرئيس السوري بشار الاسد اعلن قبل 3 شهور ان المقتزقة اللي عايزين يتطوعوا ضمن القوات المسندة للجيش الروسي في حربه ضد اوكرانيا ممكن انهم يتوجهوا المراكز التجنيد اللي فتحتها روسيا فين داخل سوريا بدون الرجوع للحكومة السورية او بدون استخراج اي تصريحات امنية احيه وبالفعل انضم عشرات الالاف من المقتزقة السوريين للمراكز دي زي مثلا مركز تجنيد المقتزقة في مدينة تلبيسة شمال حمص وفي منهم اللي موجود حاليا في ارض المعارك في شرق وجنوب اوكرانيا بالفعل دلوقتي وانا بكلمك على اي حال صحيفة والستريت جورنال الامريكية نشر التقارير مهم جدا في شهر مارس 2022 قالت فيه ان روسيا بدأت تجنيد مقتزقة السوريين لارسالهم لجابة القتال ضد اوكرانيا بداية من يوم 6 مارس 2022 يعني تجنيد المقتزقة السوريين بدأ بعد الغزو الروسي الاوكرانيا بحوالي 12 يوم بس والدليل على كده ان يوم 11 مارس 2022 اعلن وزير الدفاع الروسي سيرجيش ويرو رسميا ان اكتر من 16 الف متطوع من الشرق الاوسط واللي 99% منهم سوريين اعلنوا عن غربتهم في القتال مع الجيش الروسي ضد القوات الاوكرانية في جباهات القتال اللي كانت لسه بتتشكل ساعتها هو سماهم متطوعين ولكن في الحقيقة هم مرتزقة جايين يحاربوا مع روسيا لأسباب معروفة واضحة للجميع واهمها الفلوس لان الغواتب اللي بتدفعها روسيا للمرتزقة اللي بيحاربوا تحت راية الجيش الروسي في اوكرانيا تعتبر احسن بكتير جدا من الغواتب اللي بياخدوها هم عادين في سوريا سواء كانوا موظفين في اعمال مدنية او حتى ضمن صفوف قوات الجيش السوري نفسه وده مش كلام محمد انديل ولكن ده بناء على تقرير نشرته منظمة سوريون من اجل الحقيقة والعدالة وده منظمة حقوقية سورية ضد النظام مقرها في فرنسا المهم ان التقرير اللي المنظمة نشرته كان بيتضمن اعتراف صريح ان مشاركة السوريين في الحرب الروسية ضد اوكرانيا هدفها العائد المالي فقط لان الارتزاق لصالح الجيش الروسي اصبح هو الفرصة الوحيدة لتأمين حياة كريمة لأسر المرتزقة داخل مناطق سيطرة النظام طيب طالما الحكاية كده فيطر الفلوس اللي بيقبضوها المرتزقة السوريين من روسيا فحدود كم يعني كده في الشهر وهل الفلوس دي تستحق ان انت تروح تضحي بنفسك وتروح تموت علشان الروس وبوتن وهم في الاخر شايفينك مجرد مرتزق ملكش اي ايمة وشاريينك بالفلوس ولو خدتلك رصاصة في نص دمارك خلال المعارك حيقولوا عادي كلبه راح انا بكلمكم بالمنطق وبمنتهى الصراحة هل الفلوس اللي المرتزقة السوريين بياخدوها من روسيا تستاهل ان هم يضحوا بحياتهم او انهم يزلوا نفسهم زي ما لسه هنشوف بعد شوية عموما بحسب المعلومات المتوفرة عن غواتب المرتزقة السوريين في جبهات القتال في شرق وجنوب اوكرانيا فكل مرتزق سوري مرتبه بيتراوح ما بين الف دولار لتلات تلاف دولار شهريا بحسب خبرته القتالية ومدى قربه من الخطوط الامامية للمواجهات يعني كل ما المرتزق السوري كان متقدم في جبهة القتال كل ما مرتبه بيزيد ولكن اقصى حد هو تلات تلاف دولار وخلال تواجده في جبهة القتال بيتم تزويد اسرته في سوريا بشوية مواد غزائية بصورة شهرية ولو مات فالجيش الروسي بيدفع 15 ألف دولار تعويض لأسرته يعني من الآخر المرتزق السوري اللي بيروح يموت دفاعا عن بوتين وروسيا امتوا بالنسبة لروسيا تلات تلاف دولار كحد أقصى شهريا ومعها شوية معلبات بيبعتوها لأسرته ولو مات مش مشكلة أبدا لأن ديته معروفة 15 ألف دولار يا بلاش والله يعني بصراحة عرض صعب أن روسيا ترفضه واحد جاي مود دفاعا عن روسيا وعن بوتين بمقابل 15 ألف دولار ده لو مات شيء مهين جدا الصراحة وبمنتهى الحيادية بقول أن اللي بيحصل ده عارع على الحكومة السورية اللي سمحت بالنوع ده من الارتزاق لأن أكيد الحكومة السورية مستفيدة من الدولارات اللي بتدخل لأهالي المرتزقة وأكيد طبعا بتسرق من غواتبهم وبترمرهم الفتات لأهاليهم وكفاء عليهم المواد الغذائية اللي بتبعتها لهم روسيا كل شهر طيب إيه بقى هي الشروط المطلوبة علشان الجيش الروسي وافق على نقل المرتزق السوريين لجابهات القتال سواء في شرق أو جنوب أوكرانيا حسب التأرير اللي نشرها المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية فإن الشرطين الرئيسيين اللي بيحطهم الجيش الروسي لقبول المرتزق السوريين أنه أولا يكون عندهم استعداد للتدريب ويفضل أن اللي عندهم خبرات في العمليات القتالية وأن يكون عمر المرتزق ما بين 23 سنة و43 سنة وعلى أي حال فالمحلل السياسي مات في زاجوني أكد أنه في مجموعات من المرتزق السوريين ضربهم الجيش الروسي في سوريا والمجموعات دي شاركت بالفعل في معارك على أرض الواقع ضد المنظمات الإرهابية خصوصا في شمال سوريا وأن المجموعات دي كمان درست اللغة الروسية وأصبحوا بيتكلموا روسي كويس جدا جدا المفاجأة بقى أنهم جنود وضباط من الفيلق التطوعي الخامس والفرق 25 من قوات النخبة الخاصة في الجيش السوري المعروفة بقوات النمر بالإضافة لبنود وضباط من لواء القدس التابع للنظام السوري يعني كمان الإرتزاق وصل للجيش السوري شخصيا يعني بدل ما يحرروا القدس راح يحاربوا أوكرانيا ما شاء الله تخيّن للجيش اللي المفروض له سيادة كاملة على قراراته أصبح جنوده وضباطه مجرد شبيحة ومرتزقة واتلاب حراسة للجيش الروسي والبوتن يا ألف اخسارة على سوريا واللي حصل لسوريا ولكن لو جيت للحق فأنا بصراحة عندي حالة زهول من حالة الإرتزاق اللي أصبحت منتشرة في سوريا تحديدا سواء عند المعارضة أو عند النظام فالمعارضة عندهم كتايب مرتزقة بيتحكم فيها أردوران وبينقلهم للقتال سواء في ليبيا أو أزربيجان أو أي مكان يحب يبعتهم فيه والنحية التانية عندك بوتن بيتحكم في الجيش السوري وبيفتح مراكز لتدريب وتعبئة المرتزقة من الجيش السوري ومن المدنيين السوريين ويشحنهم على الخطوط الأمامية للجبهات في شرق وجنوب أوكرانيا فأنا مش فاهم ليه السوريين مصممين أن هم يكونوا مرتزقة للأتراك أو للروس إيه المتعف أنك تكون رخيص ومرتزق بالشكل ده بصراحة أنا ما عنديش إجابة على السؤال ده لكن هم أحرار دي صمعتهم ودي صمعت بلدهم هم أحرار فيها إحنا من باب العبرة والعزة والحرية الصحفية والمهنية بننقل الحقائق دي من باب التوثيق ولأن المرتزقة دول بيهددوا كمان الأمن القوم المصري في رغب ليبيا فبالتأكيد لازم نتابع تطورات الملف ده لحظة بلحظة وعلى فكرة إحنا ده وكل ده لسه ما تكلمناش عن السوريين المرتزقة اللي بيشتغلوا لحساب حزب الله والحساب إيران وده موضوع تاني خالص دي قضية أكبر بكتير من قصة المرتزقة التابعين لأردران ولا التابعين لبوتن لا خالص يا فندم ده ملف أخطر بكتير جدا لأن المرتزقة السوريين اللي بيتحكم فيهم حسن زميرة وعلي خامنئي محتاجين حلقات نتكلم عنهم فيها وعن مدى خطورتهم على الأمن القومي للأردن واللبنان ودول الخليج كمان وعموما أي قوة عظمة عايزة مرتزقة تروح سوريا هتلاقي مرتزقة كتير هناك على كل شكل وكل لون وتقدر تتحكم فيهم وتشحنهم على أي مكان يحاربوا فيه عندهمش مشكلة أبدا أهم حاجة يدفعوا دولارات لقادة المعارضة أو لبشار الأسد طيب وبالنسبة للمرتزقة السوريين اللي ما تعلموش روسي وما عندهمش مهارات التواصل لغويا مع الجنود والضباط الروس يطرى دول بيكون مصيرهم إيه؟ ببساطة مصيرهم إنهم حيفضلوا موجودين في مراكز التدريب في سوريا أو ممكن يتم شحنهم لجباهات القتال سواء في شرق أو جنوب أوكرانيا ولكن مش بهدف انخرطهم في الأعمال القتالية ولكن بيكون الهدف هو استعمال المرتزقة السوريين دول في حراسة المنشآت وعمليات النظافة يعني لمؤخذة يمسحوا ويكنسوا ويروّقوا المكان وما فيش مانع أبدا إنهم يمسحوا الحمامات وينضفوا عنابر الجنود الروس يعني بيشتغلوا بلؤمتهم من الآخر وده برضو مش كلامي ده تأغير رسمي نشرته مؤسسة كارينجي للسلام الدولي وده برضو اللي أثبته مات في زاجوني في مقاله وكتب ما يلي نصا السوريين لم ينخرطوا في قتال حقيقي فهم يؤدون بشكل أساسي مهام لوجستية بالقرب من خط المواجهة المهام اللوجستية دي بيقى يا فندم اللي هي الحراسة والتنظيف والطبيخ كأنك بالضبط جايب خدامة فيلبينية بس بدل ما بتشغلها في البيت لأنت بتشغلها على خط المواجهة مع القوات الأوكرانية وللأسف هي دي الحقيقة اللي تقالت على لسان الطليان والأمريكان والروس زي ما حضراتكم شفتوا كده خلال الحلقة وللأسف هو ده واقع سوريا حاليا وأنا أعتقد أن البلد دي محتاج على الأقل للخمسين سنة علشان ترجع زي ما كانت تاني قبل 2011 ده لو رجعت أصلا وشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة